وجد ألاف اليمنيين أنفسهم عالقين في البلدان العالم المختلفة بسبب إجراءات احتواجاية كورونا التي أجبرتهم على البقاء في أوضاع لا تطاق اضطرت بعضهم لبيع مقتناتهم الشخصية والبسيطة أغلب الحكومات أجلت مواطنيها العالقين في مختلف دول العالم باستثناء المواطنين اليمنيين الذين ما زالوا عالقين في كثير من دول العالم من بينها الهند حيث يتعرضون لظروف إنسانية قاسية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى كلما مر الوقت تضاعفت معاناة العالقين منهم الطلاب المبتعثين الذين لم يتسلموا مخصصاتهم المالية من الحكومة منذ ستة أشهر بالإضافة إلى المرضى والجرحى الذين يعالجون في المستشفيات الهندية وتمتد هذه المعاناة لليمنيين المقيمين ممن كانوا يعملون في أعمال بسيطة أو محل تجارية وفي أعمال منزلية كلهم فقدوا مصادر دخلهم وتضاعفت عليهم الأزمة ووضعهم أصبحت مأساوية جداً نفذ عديد من اليمنيين العالقين في الهند وقفات احتجاجية عديدة طالبوا فيها الحكومة بعادتهم إلى اليمن ووفقاً لمصادر إعلامية فإن أكثر من 900 أسرى يمنية عالقة في الهند ويتوزع العالقون اليمنيون في مدن بنجلور وديلهي وبومباي وحيدر أباد ومعظمهم من المرضى والجرحى العالقون يشكون من عدم تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن جراء إغلاق المطارات اليمنية ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا في اليمن وتواضع دور السفارات اليمنية في الخارج المقدم لهم اليمن أخطر من الهند من ناحية المرض الوباء في اليمن أخطر من الهند ولكن يا أخوة نريد أن نحاول على كلامتنا نريد أن نموت بين أولادنا نريد أن نموت في بلادنا نحن معايدين العام في الشارع استحاوة عام بسكم يا حكومة ومع أن غالبية اليمنيين العالقين في الهند قد دفعوا قيمة تذاكر السفر للعودة لليمن لكنهم لم يتمكنوا من السفر بسبب إغلاق المطارات وتجاهل السفارة اليمنية في الهند والمسؤولين الحكومين في اليمن لمشكلتهم ظروف قاسية ومعاناة إنسانية وأوضاع مالية صعبة تجبر العالقون لتوجيه نداء إنساني للجهات المعنية أن أنقذونا ذاقبنا الحال ولم يعد هذا الوضع يطاق ترجمة نانسي قنقر